تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المعظم بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أطلقت وزارة التربية والتعليم فعليات اليوم التعريفي لأولياء الأمور بجميع المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وبهذه المناسبة قام ساعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزر التربية والتعليم بزيارة إلى عدد من المدارس بمختلف المحافظات لتفقد فعاليات اليوم التعريفي فيها حيث التقى عدداً من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية وأولياء الأمور والطلبة واطمأن على سير العمل بالصورة المطلوبة مشيداً بجهود العاملين في الوزارة والمدارس لتوفير متطلبات اليوم التعريفي استعداداً لعودة جميع الطلبة إلى المدارس حضورياً بعد فترة الدراسة عن بعد من جانبه كشف سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم أن اليوم التعريفي الأول لبدء العام الدراسي شهد نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من قبل أولياء أمور الطلبة حيث بلغت نسبة المشاركين 86% من إجمالي أولياء أمور الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية ما يؤكد متانة وعمق الشراكة بين المدارس الحكومية وأولياء الأمور وأشار الدكتور محمد مبارك إلى أنه تم في اليوم التعريفي الأول استقبال أولياء الأمور وأخذهم في جولة تعريفية للإطلاع على أهم محطات العام الدراسي الجديد والخطط التعليمية والدراسية والأنشطة المدرسية المقررة وتم تسليمهم الملف التعريفي الذي يتضمن القسيمة المالية ومعلومات مهمة حول العام الدراسي وبطاقات تعريفية ونموذج الجدول الدراسي والتقويم الأكاديمي لافتا إلى أن جميع المدارس الحكومية ستواصل الأيام التعريفية على مدى اليومين القادمين ولفترات مفتوحة من الصباح حتى المساء بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نلتقي مع أخواننا الكرام أولياء الأمور وأبناءنا الطلبة في أيام تعريفية الهدف منها بشكل أساسي هو إطلاع أولياء الأمور على الأمور التي تخص أبناءهم خلال مسيرة العام الدراسي أهم المحطات الرئيسية فيه وكذلك تقوم المدارس بتقديم شرح عن الخدمات التي تقدمها وهذا أيضا يدخل في إطار تواصل نسعى إليه قيادة بلدنا العزيز تؤكد على هذا الأمور سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يعني توجهاته بتطوير مسيرة تعليمية هذه تكون دائما نصب عيننا ومحل اهتمامنا وشرفنا في نفس الوقت توجهات أيضا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دائما تؤكد على تقديم خدمة من التطورة وأيضا كل ما من شأنه لارتقاب المسيرة التعليمية في هذا الإطار اليوم احنا تبعنا هذا الإجراء وهذه التوجهات الكريمة وقمنا اليوم بعمل كبير في مختلف المحافظات سيكون هناك أيام تعرفية تتضمن معلمات مهمة ونستمع أيضا إلى أخواننا الكرام هذا العام إن شاء الله بيكون عام متواصل من نجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر